نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية أمفاند كات مشاهدين أهلا بكم بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية ثاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية إثر تعرضه لوعكة صحية وقال جلالة الملك في هذه البرقية علمت ببالغ التأثر بنبأ دخولكم المستشفى إثر تعرضكم لوعكة صحية ندعو الله العلي القدير أن تكون إلماء معابرة وأضاف جلالته وإنني لأعرب لكم عن عميق شغالي بصحتكم الغالية وأصدق مشاعر تعاطف معكم دارعا إليه سبحانه أن يعجل بشفائكم واستعادة كامل عافيتكم وأن يحفظكم بألطافه الخفية ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية وطول العمر حتى تواصل قيادة الشعب السعود الشقيق لما يتطلع إليه من مزيد الرخاء والازدهار ومما جاء في برقية جلالة الملك أيضا وإذ أجدد لكم مشاعر تعاطفي ومتمنيات بالشفاء العاجل أرجو أن تتفضل خادم الحرمين الشريفين وأخي الأعز الأكرم بقبول أسمع بارات مودتي وتقديري أعرب رئيسه والمجلسي الوطني سويسري إيريك نوس باومر أمس برباط عن دعم بلاده لحل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف لنزاع الإقليم حول الصحراء المغربية وأكد السيد نوس باومر في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزيري شؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن سويسرا تدعم جهود الأمم المتحدة وعمل المبعوث الشخص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء من أجل توصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف تماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأبرز أن سويسرا تجدد التأكيد على أهمية الجهود الجادة والموثوقة التي يبدلها المغرب من أجل توصل إلى حل سياسي قائم على التوافق مشيرا في هذا الصدد إلى مبادرة الحكم الذات المقدمة للأمين العام للأمم المتحدة سنة 2007 وأضاف أن بلاده تشجع أيضا كافة الأطراف على مواصلة التزامها وفق روح من التوافق على صعيد آخر وقعت وزارة الصناعة والتجارة ومجموعة فيزا والبريد بانك برباط مذكرة تفاهم لتسريع الرقمنة في قطاعات التجارة والتوزيع والصناعة بالمغرب تقرير لسوكينة سوية بمدينة الرباط جرى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة ومجموعة فيزا والبريد بانك لتسريع الرقمنة في قطاعات التجارة والتوزيع والصناعة بالمغرب هذه الاتفاقية الهدف ديالها هو تشجيع رقمنة التجارة والمقاولات الصغيرة اتفاقية مع رأي تعلمي بالنسبة للأداء والبريد بانك اللي موجودة في كل أنحاء المملكة اللي غادت ممكن التجير أولا باش يكون مجهز كل الأدوات اللي غيمكنه وغير يستهلوه الأداء الرقمي ثانيا باش يتكون وثالثا باش يفتح مجال جديد بالنسبة للتسويق الإلكتروني في إطار هذه الشراكة يلتزم البريد بانك بدعم المقاولات الصغيرة جدا وتجار لمساعدتهم في تطوير أنشطتهم من خلال توفير حلولنا رقمية فعالة أما بالنسبة لمجموعة فيزا فالشراكة تتمشى مع برامجها الهادف إلى تسريع التحول الرقمي في إفريقيا لبريد بانك عرض شمولي بالنسبة للخدمات البنكية الإلكترونية حيث أن اليوم أصبح بريد بانك هو الرائد في تصدير البطاقات البنكية الإلكترونية وكذلك له مشاريع مهمة بالنسبة لرقمنة الدفوعات بالنسبة لشركات الصغرى وتجار هذه الشراكة فيها ثلاث أهداف الهدف الأول هو أكيد تمكين المؤسسات الصغيرة بالتجاه بأفضل التقنيات ليصلوا لديجيتراليزازيون ليقدروا يقدموا خدمات أفضل للمواطنين المغربيين ثاني واحدة أكيد الشمول المالي وأكيد الثالث أن نحن نساند الشركات الصغيرة جدا من خلال هذه الشراكة تلتزم الأطراف بتوحيد جهودها لدعم تنفيذ الاستراتيجيات المعتمدة من قبل الوزارة خاصة تلك التي تخص تطوير ورقمنت قضاع تجارة والتوزيع من خلال وضع خطة عمل مشتركة تهدف إلى تعزيز تمكين المقاولات مع التركيز بشكل خاص على تسريع عملية الرقمنة وتعزيز الشمول المالي بدأت اليوم بالقاهرة أشغال الاجتماعات السنوية المشتركة للهياة المالية العربية بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد بالدولية العربية ومحافظ البنوك المركزية وممثلي ونظمات تقليمية ودولية من بينها المغرب تقرير لهشام فرحان المغرب يشارك بالقاهرة في أشغال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية بوفد ترأسه وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادي افتاح انطلاق هذه الاجتماعات شهد التأكيد على دور المؤسسات المالية العربية في تمكين الاقتصادات العربية من مواجهة التدعيات الاقتصادية والاجتماعية النتجة عن الصدمات المتعددة هذه الاجتماعات هي فرصة لتنويه بالعمل الدؤوب للهيئات والمؤسسات المالية العربية في دعم الدول العربية فيما صار تنمية هذه الدول وكذلك لتأقل مع التحديات والأزمات والصدمات المتتالية هذه الاجتماعات شكلت فرصة أيضا للإشارة إلى حاجة دول المنطقة لتبني إصلاحات هيكلية تستهدف تقوية وتنويع الهيئة للاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال وزيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية وتعرف هذه الاجتماعات تقييم ما تحقق من إجراءات في سبيل دعم التنمية في الوطن العربي ومناقشة الخطط المستقبلية في ضوء الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في خبر آخر كدى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم وثقافة إيسيسكو سالم بن محمد المالك اليوم الأربعة برباطن المنظمة التسعى إلى النهوض بمعجم اللغة العربية واستخداماته في مجالات التعليم والتكوين للناطقين بها وبغيرها وذلك من خلال إصدار معاجم متخصصة ومتنوعة ومواكبة الباحثين في المجال رغدا قبوش المدير العام لمنظمة الإسيسكو سالم بن محمد المالك يؤكد أن المنظمة تسعى إلى النهوض بمعجم اللغة العربية واستخداماته في مجالات التعليم والتكوين للناطقين بها وبغيرها وذلك من خلال إصدار معاجم متخصصة ومتنوعة ومواكبة الباحثين في المجال تأكيد السيد المالك جاء خلال المؤتمر الدول الذي تنظمه الإسيسكو بتعاون مع مؤسسة معجم الدوحة التاريخي للغة العربية المعجم العربي لا بد من تحديثه لا بد من تطويره نحن نعيش في عالم متطور عالم متغير استخدامات الدكاء الاصطناعي وهذه المفردات الجديدة التي تدخل على عالم اللغة لا بد من معالجتها من خلال المعاجم اللغوية هذا الموضوع له أهمية بالغة من جهتي أنه يشكل أساس العملية التعليمية للغات بصفة عامة ونشهد تقدما واضحا جدا بالنسبة للغات الحية المعاصرة ونوعا من القصور بالنسبة للمعاجم العربية التعليمية ولذلك نريد أن ننهض بهذا القطاع المؤتمر المنظم على مدى يومين يلتأم فيه ثل من الخبراء والبحثين من مؤسسات عالمية دولية حدث يسعى إلى إبراز دور المعجم واستخداماته في تعليم اللغة العربية للناطقين بها وبغيرها بالإضافة إلى العمل على تجميع المصطلحات والمعاني لحفظ هذه اللغة وصيانة مكوناتها اللسانية تعززت المحكمة الابتدائية باسمارة بتنصيب أربعة قضاة جدد خلال جلسة رسمية ترأس رئيس المحكمة التجاني أحمد الزاكي بحضور وكيل الملك لديها عادل جلال منصور لنتابع باقي التفاصيل مع شيماء بيك المحكمة الابتدائية باسمارة تتعزز بتنصيب أربعة قضاة جدد خلال جلسة رسمية ترأسها رئيس المحكمة السيدة التجاني أحمد الزاكي بحضور وكيل الملك لديها عادل جلال منصور ويتعلق الأمر بثلاثة قضاة تم تعينهم بالقضاء الجالس بالمحكمة الابتدائية باسمارة ونائب لوكيل الملك لدى نفس المحكمة وهي مناسبة حنأن فيها القضاة الجدد بالتقة المولوية السامية وذكرناهم باليمين القانونية التي أدوها والتي يجب عليهم الالتزام بها وممارسة مهامهم بكل مسؤولية وذكرناهم كذلك بمدونة الأخلاقية القضائية ونتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله في مصارهم الجديد واجرت مراسم تنصيب القضاة الجدد الذين عينهم صاحب الجلال الملك محمد ناسادس باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية بحضور على الخصوص عامل إقليم إسمارة حميد النعيمي ورئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون إبراهيم بن تزارت والوكيل العام للملك لديها محمد الراوي ومسؤولين قضائيين ومنتخبين التأمت شخصية بارزة من السلكية ديبلوماسي الأفريقي وعدد من المسؤولين من وزارة الخارجية الأمريكية والسياسيين ومماثل المجتمع المدني ومنظمات غير حكومية ومراكز تفكير مؤثرة التأم أمس ثلاثة باستفارة المغرب بواشنطن وذلك في إطار تخليد يوم أفريقيا تقرير له شامف فرحان تخليد يوم أفريقيا باستفارة المغرب بواشنطن تم خلاله تبادل وجهة النظر حول موضوع التعليم كرهان للتضامن والانسجام والإدماج سفير المغرب لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني والذي أشرف على تسير النقاش أبرز أن التعليم يعد القلب النابض لأفريقيا التي تسير قدما نحو تحقيق التقدم الشامل والازدهار المشترك مبرزا أن التضامن يعد البوصلة التي يهتدي بها المغرب تحت قيادة جلالة الملك من أجل بلورة مبادرات قارية أكثر إدماجا لسيما في مجال التعليم وفي المقابل اتفق المتدخلون على أهمية بلورة نقاش معمق كفيل بالمساهمة في أولويات الاتحاد الإفريقي لسنة 2024 قبل أن يتابع شريطا مؤسستيا حول الوكالة المغربية للتعاون الدولي قدم مختلف برامج التكوين والبحث التي تنجزها الوكالة وشركاتها في إطار التعاون جنوب جنوب استنادا إلى رؤية جلالة الملك الهدفة إلى تعزيز التضامن الفاعل لسيما مع بلدان القارة الإفريقية شكل موضوع تقديم نتائج دراسة حول تقييم مستوى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي والميزانية المستجبة للنوع في برنامج التنمية 2022-2027 لجهة مراكش أسفي محور مائدة مستديرة نظمت بمراكش وذلك بمشاركة ثلاء من الخبراء والجامعيين والفاعلين المؤسستيين والجمعويين لنتابع مائدة مستديرة نظمت بمراكش تمحورت حول تقديم نتائج دراسة حول تقييم مستوى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي والميزانية المستجبة للنوع في برنامج التنمية 2022-2027 لجهة مراكش أسفي بمبادرة من فيدرالية رابطة حقوق النساء بالجهة هذه المائدة المستديرة تنظمها في إطار مشروع أجياء المساوات الهدف من هذا اللقاء هو تقديم ملاحظات وأيضا اقتراحات المجلس جيهة مراكش على مسألة الاعتماد مقاربة النوع والميزانية المستجبة للنوع يهدف آخر المطاف هو تحسين وضعية النساء سواء الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي على مستوى الجهة اللقاء دينا اليوم هو ما إذا ميبوست ديرا من أجل دراسة تحليل للمجلس جيهة ملاحظات والاجتماعي أجلس جيهة ملاحظات التوارئ في خمسة عشر مقاطعة بالولاية أعلنت سلطات في الهند إغلاق المدارس في العاصمة الهندية بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي بلغت 47 درجة مئوية فصل ثمانية وتوقعت خدمة الأرصاد الجوية الهندية موجة حر شديدة قد تضرب البلاد هذا الأسبوع حيث بلغت درجة الحرارة 47 درجة مئوية فصل ثمانية في دواحي مدينة ديلهي وهي أعلى درجة حرارة تشادها البلاد بأكملها هذا وحذرت خدمة الأرصاد الجوية الهندية من تأثير الحرارة على الصحة خاصة بنسبة الردع وكبارية السن وأصحاب الأمراض المزمنة انطلقت بالرباط تشغل يوم دراسي حول موضوع رهانات وإكرهات وأفاق تنمية الرياضة ذات المستوى العالي بالمغرب والذي تنظمه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تقري لرغد قبولك رهانات وإكرهات وأفاق تنمية الرياضة ذات المستوى العالي بالمغرب عنوان يوم دراسي انطلقت أشغاله بالرباط لتقييم منجزات منظومة الرياضة ذات المستوى العالي ورصد تحولاتها وإكرهاتها وتدارس الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتقنية الكفيلة بالارتقاء بها وذلك وفق مقاربة تشاركية مندمجة هدفها تحقيق التمييز الرياضي هناك توجهات جدد الملك اللينسرو باش وحنا مقبلين على واحد العدد ديال التظاهرات الدولية وهذا تعني بأن هذه مناسبة باش نقفو ونشوفو شنو الحاصيلة ديال ما تنجز وشنو شنو هو مطلوب من الرياضيين كل أطراف اللي هي معنية موضوع رياضة باش نوصلوا المستوى والأهداف اللي هي بغنها الدرفية هي جد مناسبة لأنه على أسابيع قليلة من انطلاق الأعاب الأولمبية وبالتالي قال السؤال مطلوبة ألم يحل الوقت من أجل جمع كل مكونات الحركة الرياضية والأولمبية وكل الفاعلين بشرفة مباشرة من أجل تدارس وفتح نقاش جاد ومسؤول في كل المخرجات برنامج اليوم الدراسي يشمل تنظيم ورشات تركز بالخصوص على مواضيع حكمة المنظومة الرياضية ذات المستوى العالي وتمويل هذه المنظومة فضلا عن تحسين الأداء الرياضي ذي المستوى العالي هذا اليوم الدراسي التي تتنظم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي ورياضة الهدف منه هو الرقي برياضة ذلك المستوى العالي وهذا اليوم الدراسي تتنظم على شكل ورشات من أجل إشراك جميع الفاعلين في اتخاذ القرار اللقاء شكل مناسبة للإشارة لما حققته المملكة على المستوى الرياضي سواء من حيث تأهيل الرأس المال البشر أو الاستثمار في البنية التحتية الرياضية وفي الختام تعززت البنية التحتية الرياضية بقصب التادلة بقاعة مغطاة متعددة الرياضات ومسبح مغطاة باقي التفاصيل مع شريم أبك البنية التحتية الرياضية ترى النور بقصب التادلة قاعة مغطاة متعددة الرياضات تتسع لتسعمائة مقعد شيدت على مساحة تفوق الألف وثمانمائة متر مربع والمسبح البلدي المغطى الذي أنجز على مساحة ألف ومائتي وتسعين متر مربع ويتسع هذا المسبح لخمسمائة متفرج وذلك بموجب شركة بين قطاع الشباب ومجلس الجهة والمجلس الجماعي لقصب التادلة ومن شأن هاتين البنيتين تمكين مدينة قصب التادلة من احتضان تظاهرات رياضية كبرى في مختلف الأنواع الرياضية وكذا تثمن مواهب الشباب وتطورها إذلك مشاهدين نكون قد وصلنا لختم هذه النشرة نشكر لكم طيب المتابعة أرمال الله اشتركوا في القناة